اللهم إني أتبرأ من حولي وقوتي ويلتجئ إلى حولك وقوتك ذا القوة المتين اللهم أعني ولا تعين علي وانصرني ولا تنصر علي وأهدني ويسر الهدى لي بسم الله والحمد لله مرحب بكم أعزائي التناميد والترميدات في مقطع آخر مسلسي للتصحيح الامتحانات الوطنية لمادة علوم الحياة والأرض بالنسبة للمستوى للتانيا باكالوريا علوم فيزيائي خيار فرنسي أو لمسلك دولي تانيا باكالباسي أوبسيون فرنسية والإصلاقون الفيديو قمت باكالبا في مقرانة عنوان مرتينة ومشاء الله بعمل الله سنعود الإنتعز من المتحان الوطني للسنة 2020 سنة الدورة العادية ومتحس في سيئة لطبع دائرة تقصص في السياسية وقد نبدأ على الله هذا الإنتعز من السنة 2020 إنها المتحانات ومتحس في الجزء الأجزاء الجوزء اللي هو البارج ديالغوستيتياشن ديالكوناسس سترداد المعارف والجوزء التاني بتابعة الحال ديالرازومان سنونتي فيك اللي هو الأسئلة الخاصة بأسئلة ديالالفهم الالوغفة اللي مشي قادفة ديال��و الحالد لهو اللي هو منطحان ديالسلال 2020 هذا الجوزء الاول אעتونا فيه شوى ديالختيارات، جوى ديالشوى أأتونا الموحد بشوى اللامنة دونك تختار انت واحد كاتوينك شوى واحد وشوى جوش الشواء الأولاني أعطونا هذه الأسئلة للحفظ خاصة بالوحدة الثالثة وهي الوحدة للحال لإستخدام الماتيات الأورغانيكية وهي الوحدة اللي اسمينها البوليسيون تلوث هذا الشواء الأولاني والشواء الثاني أعطوناها خاصة بالكاترين من يونيتي بالوحدة الرابعة وهي الوحدة للجيولوجي لذلك الوحدة الثالثة الخاصة بالوحدة الرابعة وهي الوحدة للجيولوجي لذلك انت تختار وحدة من هذه الوحدة غير وحدة وكتخدمها ولا تهزز سؤال منها لا تختار شواء واحد اللي بلك سهل ولي عجبك هو اللي تجاوب عليه في الورقة التحيير بينما بالنسبة للجزء الثاني تختم كامل مافيش ليش شواء خمسة أصر نقطة مافيش ليش شواء تستاصر نقطة واحدة اللي كينا نبدأ إحنا یبعد شواء اللولاني واعد من بعد نخدمو فيديو احدى اخر شواء الثاني ألا غطاؤنا السؤال الأول تفينيسى الانى نانسيان سويفانات عرف المصطلحات التالية المصطلح اللي أطاونا اللي هو الاطاقات المتجددة والمصطلح الثاني اللي أعطونا اللي هو الضي ميناجيات المنزلة التي يمكنها توضيع النفايات الثمانزلية نبدأ بالمستلح الأول هذه هي الأنر enhقودية كما أقلنا وهي ترمي في الم zijn الضقات المتحددة إنها النارية which canكون من المهمة لا تفضيع أن ندرجة كما الأنهائيات المتحددة بطبيعة الحال الضقات المتحددة يمكننا أن ترمي في المستدلات التي ترمي في المهمة في أنها تعتمد على المصادر الطبيعية الغير قابلة للسنزاف يعني نستعمل هذه التنعية تكون دائما تتجدد هذه الطاقة مثل الشمس الشمس لا يوجد باقة الحياة على وجه الأرض إلا هو الشمس كينا بطبيعة الحال بالتالي نحن نستعمل في هذه الشمس التنعية رمع مرة تتقاعدها دائما تتجدد نون إبويزابل شك جوخ عندي الشمس طبيعة الحال حتى النهار اليوم القيامة لن يكون لدينا الشمس طبيعة الحال ليس لدينا الشمس وإنما يتبان من العكس يتبان في الشرقة ويتبان من المغرب يتبان من تماما وذلك الساعة تراه من علامة الساعة الكبرى وعدنا كذلك بحل الرياح كذلك نصبرهم كطاقات متجديدة لدينا الكثير من أنواع الطاقة متجديدة ولدينا الكثير من أنواع الطاقة متجديدة ولدينا الكثير من أنواع الطاقة غير ملويتة لا يعطيوني الإميسيات من الغازات لا يعطيوني الغازات التي تسببها في الحراري تسببها المصطلح الثاني هو الفرز للنفايات المنزلية ولكننا كنت أحد من العمليات التي تستعملها لتحاول نجمع هذه النفايات المنزلية ونحاول أن نتحدث العزل بلاستيك انتحدث اجتبها الأحل تحرق ملويتة لا يوجد أجتبها في المنزلية وطاقة ملويتة هي عملية الهدف منها هو العزل من النفايات المنزلية مجموعة الأصناف حسب طبيعة المكوناتها البلاستيك بوحده كارتون بوحده الحديد بوحده ونحاس بوحده الهدف هو أننا سنقوم بعمل أخرى من المراهد للخيادة الملاكس أو المترجم من أجهد السؤال الأخرى لدينا التجوز حيث يقومونون بأسفارة بالمسابقة للأكتراحات ان تلقل من أحد احد اكتراح تكتب لنا الرقم من الأكتراح و تكتب قدموا الختيار الصحيح A وال B وال S وال D الحرف الى الختيار الصحيح لما تكتب الجملة كاملة يجب قدمها A وال B وال S وال D الاختيار الأول أو المعطاعة الأول أو مارك لزور دور ميناجيار سكراريز بار في المغرب نفايات المنزلية تتميز بي تيراح الول عن طو ألوي دميد تي بحذ نسبة مرتفعة دي الروتوبة بي عن طو فابل دميد تي بحذ نسبة ملخافدة دي الروتوبة سي من فابل كنتيته عن ماتيار أرغانيك بحذ كمية داعيفة من المادة العدوية وفي المواد العضوية والضافة يوجد تبع مواد العضوية بسبب نفاييات المنزلية يجب أن يضع الداياسى المكونات يوجد تبع المواد العضوية كمانتظر نحن نترى مع مواد العضوية يعني نفايات المزيلية دينا في المغرب ما كنلقاش فيها المادة المواد القابلة للتدوير طبعة الحال هذا اقتراح الخطأ يعني نحن كنلوحه طبعة الحال البوات ديال كونسيرف كنلوحه البوات ديال البلاستيك كنلوحه وشحان الحاجة اللي كنقدر انا ندير لها اعادة تدوير الكارتون يعني نزبل دينا عمر بشي هادا حاشا كون كذلك اقتراح السيتا هو اقتراح خطأ من فابل كونتيتا وماتيا اوغانيك بمعنى انه النفايات دينا ما فيهاش لا فيها واحد كيمية الضعيفة ديال المواد العضوية طبع حال غالط لاننحن النفايات دينا فيه القشور ديال البصلاق القشور ديال مرايشا فيها، الاغظام فيها كادا، هذيك شي شي، كله رعي بالله وماواد عضوه اكش trouvé، ديسير، كشر احدا هذاك شي، كله عمر مواد عضوية هذيك شره لها مواد العضوية؟ مفهم opfونا نقترح السيتا من التأكتراح خطأ وواق التصريح يتوقف عن يكترجع كمية المرتفعة وصفحة أخرى نحن ان نقل اخرى. ان نحن ان اقدر على الرطوبة المفترض للوجود من يبين الماء و الظروف نفايات المنزلية لديها وشكل كمية المرتفعة لتحديث من المحتفظ الزبوات والمعطاة التي تشبه بها إيجادة المحتفظ الزبوات لأنه من أجل الحد من تلوث المحيط البيئي يعني البيئة دينا نحده من تلوث ديالها في طبيعة الحال هالتلوث اللي كيكون ناتج على النشاط الفلاحي مش هاي تلوث دونك باش نحاول أننا نقلله وننقصه من تلوث ديال البيئة اللي كيكون ناتج على النشاط ديال الفلاحة من فوق دونك اللجو الاقتراح اللول لالويت شيميك المكافحة الكيميائية لالت بيولوجيك المكافحة البيولوجية لالتلوث البيئة استعمال ديال الاسميدة ولكلتور سوسخ اللي هي الزراعة في البيوت البلاستيكية طبيعة الحال فاش كنقول لنا تلوث البيئي تلوث ناتج على النشاط الفلاحي فاوتوماتيكمو انا كنعرف بللي الاستعمال ديال الاسميدة رمب الملويتات ديال التربان ملويتات ديال المال ملويتات ديال الفرشة المائية الباطنية الى اخيره اولا استعمال ديال الاسميدة نحيضه من هذه الاختيارات يعني الاختيار الاسميدة فملويت ملويتات ديال التربة كما قلنا وديال المياه ابقى لنا لالت بيولوجيك لالت شيميكو الاخير اللي هي الاخير اللي هي الزراعة في البيوت البلاستيكية فلا علاقة لها بالتلوث لان هذه الاخير اولا زراعة البلاستيكية فالزراعة داخل البيوت البلاستيكية الهدف منها هو الرفع من المرضود الزراعي والهدف منها اولا نخلقه واحد الظروف مناخية مناسبة لهادوك النباتات اللي كنزرعوهم تمال داخل مفم لالت بيولوجيكو ولالت شيميكو نقصد بها استعمال المبيدات الحشارية وطبع الحال نعرف بالمبيدات الحشارية بمثال مظهورات التلوث من المباني مفم مفم مكافحة البيولوجية والهدف من المكافحة البيولوجية نستغنى على الاستعمال هذه المواد الكيميائية التي تقدر لنا التربة والنباتات تقدر لها حتى الفرصة المائية باطنية حتى المياه نحاول نقلل منها كيف نقلل منها؟ كيف نقلل منها؟ نستعمل الحشارات وحدة وخرين هذه المكافحة البيولوجية وهي الاقتراح الصحيح وحدة الاختيار الثاني ثم نقلل من المعطاة التلت الأفضل وحدة 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 والشعة للضوء الشمس طبعا الحال في سطح الأرض على السماعات الفقرة التانية الحدث الثاني réflexion d'une partie de rayonnement solaire à la surface de la Terre وهي الإنعكاس للوحد جزء من الإشاعات الشمسية الوالدة على سطح الأرض من بعد اعطونا الحدث الثالث réception de la surface terrestre de rayonnement solaire وهي استقبال للسطح الأرض لإشاعات صادرة عن الشمس وعطونا الحدث الرابع بلوكage d'absorption de rayonnement solaire par le gaz au feu du ser وهي المتصاص دي الإشاعات الشمسية والحجز ديالها يجعلونها تخرج من الغلاف الجوي من طرف هذه الغازات الدفينة ورسميناهم الغازات المسؤولة على الظاهرة للإحتباس الحراري وعطونا الحدث الخامس اعطونا الحدث الثالث تمبراتور ودرى السورفاس ودرى التار وهي الارتفاع درجة الحرارة ديالسطح الأرض لذلك نطلب مننا أننا نديروا ترتيب الزمني والتسلسل الزمني دير هذه الأحداث وعطونا تماما A, B, C 3 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 المتصاص الذهاب في دخول الإراضي المتصاص الذي يهدر في دخول الإراضي و일وجه الجزء وسهده على مستوى الغلاف الجوي كما يبلغ كان الشكل يوم الاوصل للأرض لذا centre رفت الانعكاس ويطلب من البيئة في الجو توقف ووصل الأرض والدوء الشمس لتصل لأرض ويعزبأ السهل يوموني عرفوا وما يطلب من البيئة وهذا الجزء الذي يرجع يكون لديه كمية الغازات المسؤولة على الظاهرة الحتيباس الحراري فهذا لا يجعل إشاعات الضوء الشمس تخرج من الأرض فهذا ما يترى؟ هذه الإشاعات التي تنعكس من الضوء الشمس من الأرض تتعاود ترجع تتعاود ترجع من الغلاف الجو و تكون تدور غير تماما فهذا يساهم أن ترتفع ترجع الحرارة من الأرض أولاً، كما قلنا، هو أولاً تغيير الضوء الشمس تغيير من الأرض ورق ثلاثة يتم إشاعات من الأرض من الأرض يتم إمتسازها على مستوى السطح الأرض ثلاثة يوجد جزء من الأشاعات التي تصل إلى السطح يتم إمتسازها يتم إمتسازها ويتم إمتسازها يتم إمتسازها تقوم إمتسازها تقوم إمتسازها من الأضواء السطح الأرض والمضحات التي تستطيع إمتسازها 1 الجزء كيمتس اولا الابسوربشيون دي بارتي دي غيون منصوليق بغلا سوف تغسط رقم واحد الامتصاص دي الواحد الجزء دي الاشيعة منطرف السطح دي الارض رقم واحد قولي اذا بغيجوش دي الاختيارة اللي فيهم واحد واحد اللي هما هما اللي فيهم ثلاثة واحد من بعد الامتصاص اشنو كي يترى؟ واحد الكمية بطابعة هالكي يتم الانعكاس دي الاشياء جزء الاشياءات منطرف السطح و جزء الانعكاس دي الاشياءة دي الامتصاص مرة واحد المرة واحد جزء الاشياءات و تناكس من فهم جزء يتم التصاص و منعكاس و من طبيعة حال يكون هناك غازات حتيباس الحرارة و لا يجعلون جزء يخرج من الغلاف الجو و لا يجعلون حابس و يبقى يدور غير طريق الدرجة الحرارة و ترتفع رقم 4 بلوكاج و أبسوربتون غيون مونس على غاز فيدساء هذه الأشعة من الضوء الشمس يتبعون الظوء الشمس و لا يجعلون الإشاعات من الضوء الشمس و اختفاء درجة الحرارة حيث يوجد نفسه و الأخرى و الأساس يجب أن يجب علي من تزالي الربع الرويجد المؤسسات في الوصف الصحي طرح ديالها طبيعة الحال في الأوساط المائية ولكن هذه المياه العادية تكون غير معالجة مفهوم بغم المياه القوالس ديال الوضحار دياليكت كنخبوها فوحد الأوساط المائية فوحد الميليو أكواتيك Se المساعدون التغربة هذه يقوم بالسط bringsدو بالس greetedون الماء وقال إلancإن طبيعة النار معالجة العالمية في الأوسط الورية اكذا الدين يقوم بالسط fizer العالمية و Wenكتر أصحاب garب خیمjoursه قد والسطين والماء قال للسطين يقوم بالسطين في الأوسط والوضحار ديال النار معالجة العالمية والأوسط طبيعة الارتفاع الكمية المادر العضوية الارتفاع كذلك الكمية الالتونية للأكسجين المداب في الماء وكذلك الاخفاد الالتركيز الالتونية للأكسجين المداب في الماء والاقتراح الاخير المساعدات لد keeping الى الم� tackling الاصدي mulheres والعبارات histoire من بنجد الكنر وعود الاستث�항 وعلى current الارتفاع الارتفاع الى التونية الارتفاع الانعب انا لا تكون مياه للأكسجين يadaş نصير تكون محملة بشارج كبير من نفايات بطبيعة الحال فيها مواد عضوية ومواد معدنية أول شيء هو مواد أو المجرى المائي أو الوسط المائي الذي سنخلق فيه مياه الصرف الصحي ستزاد فيه المادة العضوية ستزاد فيه المادة العضوية وكذلك المادة المعدنية ستزاد هالكاتر البكتيريات وكذلك ما تفاخذ الكائنات الوكسجين وكيف يرى الكمية تنائل اكسجين في الماء يرى الكائنات ميزارة وكيف يسهل تنائل اكسجين مسحيل كما يرى الكمية تنائل اكسجين في الماء بطبيعة الى كميات الأكسجين تفوق الى أكسجين لذلك ما هذا المادة العضوية تتزاد والتركيز الأكسجين تفوق الى أكسجين يمكنك إرساله للإستخدام الارتفاة الكمية المادة العضوية وكذلك الإنسانة للتركيز الأكسجين المداب لذلك نحن نحن الصحيح بعد ذلك الى سؤال الثالث اضافة 2 مزورة للتعامل على المشكلة على المياه المنزلية تقدم التدابير من أجل تأثير النفايات المنزلية على المياه الجوفية يمكن أن نقلل التأثير النفايات المنزلية على المياه الجوفية نحن نعرف كما أولا تختار قليلات التربة و تهبط لها المنزلية و تلوث التربة أولا و تلوث العصار والأزبال من يمكن أن نقلل التعامل على المياه الجوفية أولا نتخلص من التأثير والتلوث لتلوث النفايات المنزلية على التربة ومياه نخبرنا نحتوى مستطيع التعليق على الطائرة نحن نسيات حياتي يجب أن نحاول نحاول إعادة النفائيات نحن نضع مجموعة المطاريات لتكون مدائمة أعني كما نرى نفسه في المغرب بمشاركة الأحياء وضعنا بشاركة الأحياء وضعنا بشاركة الأحياء لا يجب هذه الأحياء لن يجب أن يكون ويتم التحقن 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 لتحقق من الطبيعات يتحقق بالتحقن التحقن مع تحقق المطاريخ أفضل قد تحقق مراقبة ويجب أن تحترم شروط السلامة البيئية تحتاج. لذلك يمكنكم برحالة التحالة لذلك تحتاج إلى المياه العادين والمياه للصفحي تحتاج إلى تحتاج إلى المياه للطاق لذلك تدبير تطبيقها تحتاج إلى المنزلين على المياه الجافية سؤال الرابع وبركاتق، يمكنك الهاتف يكسب مرة أخرى المرة الأولية يمكنك الناس الخاصة عليك سأبدأوا الظهر أخرين إذا أعطيتنا تحدي لقم القطاعة المحليةة الدخولة المهما ادفع لا آدف التقنية تموية مرتدات التقليد السرطة على أن البطأ البيو源 والحلطية والخموصي البيوهازascي في الشماء الأسفاد كيسرained من البقايا دي الخضراء والبقايا دي الدينسير الى اخيره. اللي هي ترميد باللغة العربية واللي هي الحرق دي لذلك النفايات المنزلية. واش كنستخلص منهم الطاقة. وعدنا اللي هي العملية ديال التدوير. اعادة التدوير. وعطونا في المزموعة التانية اللي ديفينيسيون. وابين اللي بدرة تكنيك واللي هي التعريف او الهدف ديال هاد التقنية هذي. يطالع او الهدف ديال التعريف. عال ديال التعريف. عال دي ميليشن الال الولم يد se يدرين ومجتمع في المنزلية. في مشكلة من الجبولات تخلص مندها. وانتج من ديال التعريف. اللي هي النفايات المنزلية. اخ، اخ، هبه، يبدو انهروبي شو الانأراضي بمجتمع بمجتمع بجنتيك، هذه التقنية تترى لنا في وسط لاهوائي النايغوبي والتي يتم تدخل فيها المتعضيات المجهرية كائنات المجهرية تحاول انها تفكك لديقراضي هذه المادة العضوية التي لديها في ذلك النفائيات عن طريق الظاهرة التخمر لفرمانتاشا هذه التقنية تفكير بها المحجرية تحت فى السمتنية تترى حوائي النايغوبي والتي تترى لهم في طريق الزاهرة كانت تحاول انها تحاول النايغوبي والتي تترى لهم يتوجه في Следوع من المالية والتي تترى للمحجرية المتعضي تغمي تخفيد من الحجم النفايات العضوية وإنتاج طاقة حرارية لنسهل المأمورية إذا لم نعرف التعريف نحاول نتعرف نحن نتعرف 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 مجموعة المواد مواد قابلة نتعرف 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 القراءة الميكة القراءة الميكة الزاج كل ذلك نتعرف 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 جميع نتعرف بلاسسيت نتعرف 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 النفايات التي تتعرف نحاول نقلل الحجم لإعادة التدوير بحاجة للقراعي للبلاستيك و القراعي للزاج أغربطها مع رقم أربعة واللي هي الرسيكلات التدوير والإعادة التدوير وأعادنا بي لي هي سپروديو عنانايروبي سو لأكسيان دي ميكرو أرغانيزم ولي هي هاذ المرة هادي نطابعة الحال غالون هاد التقنيه يحدى من هاد الرابعة هادو كاتوقع لنا في حدواسط اللي لا هوائي اانايروبي ولي كيوقع فيها ااش كاتنتج طابعة الحال تحت التأثير دي الكائنات المتعضيات المجهلية والتي يوقع فيها التحليل والتفكيك ديال المادة العضوية والضاهرة ديال تخمر واللي شنو كيشنو سمينها الضاهرة سمينها عندي جوج ديال الحالات اللي بطبيعة الحال نقدر مشك فيهم إياما الكمبوستاج الضاهرة ديال ديال التسميد والإنتاج ديال السماد العضوي وعندي لابخوديكسون ديال بيوغاز اللي هي إنتاج ديال بيوغاز باسمينها كدلك الميتانيزاتيون ربطو مع الميتانيزاتيون لانه الفرق بين البيوغاز وبين لوكومتاج بلابدالبوغاز وبين لوكومتاج وبين الابدالبوغاز أو الكمتاج والميوجي وبين ديال تقنيات ديال البيوغاز قد تقليفوحد يمليو اللي أنا ايروبي وسط ليهواي يعني كتكون عندي لابخودي ولانما بالنسبال للكومتاج حال يساعد سماد العضوي فاكتكون عندي بطبيعة الحال في واحد الى كونديسيون الايروبية يعني كيكون عندي تنائي الأكسيجين موجود لنك واحد غاربتها مع بي وجوج غاربتها مع السيد وربعه دي جاربتناها مع ا بقاتل الانسينيغاشن اللي هي الحرق والترميد والرماد فا ديمنيسيون دي بولم دي دي اشياء يعني كي بخوديكشن دي اناجي ترميك يعني التخفيض دي الحجم دي النفايات المنزلية وانتاج الطاقة الحرارية بطبيعة الحال في ذلك المعمل ولا في ذلك البلاسة اللي كنكونوا كنديروا فيها الترميد هذا هذا الانسينيغاشن فا كنكونوا دعين واحد مجموعة دي تي ويت طبيعة الحال اللي كنتي هذيك الحرارة اللي كتكون عندي تما كتسخر لي هذك الماء وهذاك الماء كنقدر من بعد أن ينديقاج منه بطبيعة الحال الى اخير دعونك اقتراح ثلاثة غاربتو معدي وهكا نكون سيئين هالفيديو دي اليوم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته